اشتركوا في القناة وخيار الاختباء في معسكر الاعداء الحياة الحديثة عن التنظيم الدولي يعني دائما ما حرصت جماعة الاخوان ان تطفي هالة من الغموض حول طبيعة هذا التنظيم بين من يعتبر اطار تنسيقي يجمع المؤمنين بالفكرة الاخوانية حول العالم او على امتداد العالم وبين من يعتقد في كونه اطارا تنظيميا صارما يتقيد اعضاؤه في كل قطر بارادة ادارة التنظيم في مصر او المرشد العام في مصر او مكتب الارشاد في مصر الحياة نشأت هذا التنظيم في البداية نشأت تحت مسمى قسم الاتصال بالعالم الاسلامي وكانت تعكس حلم حسن البنة الاممي الذي ينطلق من الفرد في الاسرة في المجتمع في الحكومة في الدولة في الخلافة ثم استاذية العالم وطرح نفسه في البداية كمساند رئيسي لكل حركات التحرر في العالم ويبدأ بمساندة الفضيل الورتلاني في اليمن وغيرها واليمن هنا احدى اهم محطات التنظيم الدولي ومن العجيب ان اول فرع للجماعة خارج مصر بعد جيبوتي تأسس في اليمن ولم يتأسس في السودان مثلا رغم الاقتراب الجغرافي للسودان المرحلة الاولى في تاريخ هذا التنظيم نستطيع ان نسميها عشرون عاما من الاحلام حاول فيها حسن البنة وحاولت فيها جماعة الاخوان ان تتصل بكل طلبة الازهر الذين كانوا يمثلون دولهم في هذا التوقيت ومبعوثين كل دول العالم الاسلامي على امل ان تؤسس فروع للجماعة تتقمص وتتبنى نفس المقولات الاخوانية والفكرة الاخوانية وتسعى لنشرها على امتداد العالم حيث كان يعتقد ان انشاء كيانات حركية في كل هذه الدول هو نقطة الانطلاق الى بناء الدول الاسلامية على نحو متوازي في كل دول العالم وفي توقيت ما تتصل كل هذه الدول لتشكل الخلافة الاسلامية ثم استاذية العالم الحقيقة هذا الخيار على مثاليته ومقبوليته لدى الكثير الا انه في محطات في العلاقة مع الانجليز والامريكان منذ البداية المبكرة لجماعة الاخوان بيختزلها البعض احيانا في الدعم المالي وتسوق مقولة 500 جنيه دفعتهم السفارة البريطانية لجماعة الاخوان بعتبرها اساسة جماعة الاخوان او اساسة مشروعها دون ان ننتبه الى ان مصر في وقت انشاء جماعة الاخوان او تأسيسها كانت تحت الاحتلال البريطاني ولم تكن مسألة الدعم صورتها الابرز هي فكرة الدعم المالي وانما السكوت على توسع فروع الجماعة داخل وخارج مصر وحتى في مستعمرات بريطانيا في هذا الوقت الوساخ بتذكر ان العلاقات كمان بين جماعة الاخوان والولايات المتحدة الامريكية بدأت يمكن بعد عشرين عام فقط من تأسيس الجماعة وتحديدا في العام 1948 حيث يذكر الدبلوماسي هيرمان التس ده دبلوماسي شاب كان في السفارة الامريكية في مصر انه التقى بحسن البنة في بيت الشيخ محمد سرور صبيحان وكيل وزارة المالية السعودي بيضيف إلتس في مذكراته انه كان يعلم بوجود قناة اتصال منتظم بين الدبلوماسيين الامريكان وبين حسن البنة شخصية جماعة الاخوان اعتمدت طوال تاريخها فقه مكتوب وفقه شافهي كتير جدا من افكار الجماعة الحركية كان بيحرص حسن البنة على ان لا يكتبه واوصى في مذكراته بان اي مشتغل بالعمل السياسي لا يكتب مذكراته او لا يكتب خططه في هذا السياق فيه موقف اخر بيؤكد على حضور الاتصالات باجهزة مخابرات دولية مع الجماعة منذ وقت مبكر اضافة الى حديث السيد هيرمن إلتس وهو لقاء سعيد رمضان زوج بنت شيخ حسن البنة وعضو مكتب الارشاد في العام 1953 في المكتب البيضاوي مع الرئيس ايزنهاور في اطار التحالف اللي جمع مجموعات اسلامية مع الولايات المتحدة الامريكية في مقاومة الشيوعية وهو ده نفس العنوان اللي اشتغل تحته او تعاونت تحت الافتة وجماعة الاخوان مع الاحتلال البريطاني في مرحلة مبكرة ربما المرحلة الاولى في تاريخ التنظيم الدولي لم يكن واضحا هذا الخيار وهو خيار الاختباء في معسكر الاعداء بمعنى ان كان حلم الجماعة هو اقامة امبراطورية ضخمة هذه الامبراطورية في مواجهة امبراطورية انجليزية قالت امورها الى امبراطورية امريكية تغير خيار الجماعة مبكرا من مناهضة هذه الامبراطورية الى اختباء حلم الامبراطورية الاسلامية داخل امبراطورية حقيقية قائمة بهدف تفجيرها من الداخل او خداعها خداع استراتيجي طويل الحقيقة لم تتراكم مهاراته لدى جماعة الاخوان اللي لازمها في تقدير عمى استراتيجي كامل منذ نشآتها وحتى الان في اعقاب الصدام بين الاخوان وجمال عبد الناصر في العام 1954 حدست موجة نزوح جماعي لكتير من رموز الجماعة اللي طوافت على امتداد العالم وتحركت بهذه المظلومية وبهذا الصقر التاريخي بينها وبين الرئيس جمال عبد الناصر او النظام وقتها ويمكن سعى سعيد رمضان ان يؤسس او يشترك في تأسيس منظمة المؤتمر الاسلامي بالاساس لتكون اطار دولي يعني للحرب على النظام الناصري واستنزاف الدولة المصرية وليس صيغة وحدوية يعني تجمع المسلمين في العالم وتمهد لفكرة الوحدة الشاملة تماما كما تعاملت جماعة الاخوان ورعت مبادرة جمعة الدول العربية في حياة حسن البنة في العام 1945 ليس ايضا يعني اطارا مبدئيا للوحدة بقدر ما هي محاولة لتقطير حركة الجماعة في كيانات دولية اعتمدت جماعة الاخوان منذ العام اربع وخمسين تأسيس كيانات وواجهات على امتداد دول العالم ما بين كيانات اقتصادية وما بين مراكز اسلامية وجمعيات خيرية لتكون حاضنة لحركة الجماعة واطار رسمي يسمح بنشر الفكرة يمكن تقدمت خطوات التنظيم الدولي خطوات اوسع مع الجهاد الافغاني ما يسمي بالجهاد الافغاني او الحرب على الاتحاد السوفيتي بهدف تفكيكه لصالح الولايات المتحدة والاخلال بالتوازن الدولي اللي احنا كنا يمكن اكتر الناس استفادة منه في مرحلة تاريخية ما شاركت جماعة الاخوان في قيادة كل المجموعات الحركية على امتداد العالم وتحت لافتة منظمات دبلوماسية زي اتحاد الاطباء العرب وغيرها من المؤسسات على امتداد العالم في توفير مظلة جمعت كل شاتات المجموعات الحركية في العالم لتكون جند الله في المعركة الخطأ كالعادة ولم تكن لتنجح هذه المحاولات في هدم الاتحاد السوفيتي لو لا رعاية جماعة الاخوان بنفوذها الدولي وتنظمها المتشاعب على امتداد العالم هذا التنسيق وهذا التعاون في تأديري كان بيجسد تحالف استراتيجي بدأ مبكرا سوقته الجماعة لاعضائها او لقياداتها باعتباره شكل من اشكال خداع الامبراطوريات بهدف غزوها من الداخل ثم توظيفها لصالحنا فيما بعد عاشت طبعا قيادة الجماعة هذا الوهم وسوقته لاعضائها على فترات طويلة في هذا السياق نستطيع ان نؤكد في فترة السبعينيات ان كان احد اهم عوامل استمرار هذا التنظيم وازدهاره هو ما يسمى بالتنظيم الموحد في الخليج واللي جمع فروع جماعة الاخوان في دول الخليج وهذا التنظيم هو الذي لازال الحاضنة المالية الرئيسية لجماعة الاخوان حتى الان ولولا هذا التنظيم لا تعثرت خطوات الجماعة طويلا بسبب الدعم المالي لانه كما قلت حتى الان حتى هذه اللحظة لازال التنظيم الموحد هو من يمول نشاط جماعة الاخوان وحركتها على امتداد العالم في العام 1982 حدث متغير مهم او تحديدا قبل سبتمبر 81 استشعرت القيادة القبضية الجديدة التي كانت سيطرت على جماعة الاخوان وكان رأسها السيد مصطفى مشهور وقتها المرشد الخامس واحد صخور الجماعة واحد اهم رجال النظام الخاص واكسرهم غموضا واحد عشرة اسسوا النظام الخاص في العام 1940 هذا الرجل الذي لم يكتب مذكراته ابدا ولم يتحدث عن اعماله ابدا وده ربما كان تقليد لدى معظم قيادات الجماعة انهم يسويقون هذه المسألة باعتبارها شكل من اشكال الورع وانهم يعني قدموا ما قدموا حزبة لله ويريدون ان يكون في صحائف اعمالهم يوم القيامة دون رياء او سمعة لكن هناك جانب اخر يتحدث عن انهم يعني حرصوا على اخفاء الجيد والقبيح ربما لكن لم تكشف اي مذكرات مكتوبة عن طبيعة الدور اللي قام بيه مصطفى مشهور لكننا رصدنا اهم ادواره في بناء التنظيم الدولي وجمع المجموعات التي بدأ يعني فيما يذهب اليه الباحثون انها كانت صيغة امارنا حتى هذا التوقيت الف تسعمائة اثنين وتمانين لكن خروج مصطفى مشهور واستشعاره انه على قائمة الاعتقالات قبلها بشهور قليلة خرج هو والسيد خيرت الشاطر ومحمود عزة ومحمد نهدي عاكف في زيارة لبعض المحطات المهمة اللي هي حتمثل محطات رئيسية في حركة التنظيم الدولي فيما بعد سواء في ميونيخ او في لندن او في واشنطن او في جينيف هذه المحطات وطبعا اسطنبول في المحطة الرئيسية فيما بعد لكن كانت المحطات الرئيسية دايما هي هذه المحطات الغربية اللي بتعود بينا او بتعكس ربما العلاقات الاقدم في العلاقة مع اجهزة مخابرات غربية بينها وبين الجماعة عطفا طبعا على علاقات قوية مع الولايات المتحدة الامريكية منذ هذا التوقيت نجح مصطفى مشهور انه يجمع شاتات التنظيم اللي هو كان وصل الى مرحلة من الترهل خصوصا في فترة ولاية السيد مأمون الهضيبي الذي كان يعني بعقلياته القانونية يرى ان هذا التنظيم بهذه الهيئة عبق على حركة الجماعة السياسية ومن الممكن ان تهاجم مأمون الهضيبي نعم لا مأمون مأمون الهضيبي نعم الفين واثنين ومأمون الهضيبي تولى المرشد العام للجماعة عامين فقط من الفين واثنين الى الفين واربعة في بداية فترته استشعر ان هذا التنظيم ضاغط لا التنظيم تأسس الف تسعمائة تلاتة وتلاتين النظام التنظيم الدولي او قسم الاتصال بالعالم الاسلامي تحديدا منذ العام الفين واثنين كان مأمون الهضيبي يستشعر ان استمرار هذا التنظيم بصيغاته الحالية وتعاظم دور بعض القيادات الدولية قد يؤثر على قدراته في ادارة الجماعة او رغبته في الاستحواز وهو رغم عقليته القانونية الا انه كان يعني يتسم كما حكى عنه كثير ممن عايشوه بشكل واضح من اشكال العصبية والانفراد في ادارة شؤون الجماعة وبالتالي لم يكن ليقبل بدور بعض القيادات الدولية لكن الصيغة اللي بناها مصطفى مشهور واخوانه وتحديدا خير الشاطر ومحمود عزت كانت صيغة تتسم بالصرامة التنظيمية الشديدة حتى انه كان من المعلوم انه لا يسافر اي عضو من اعضاء الجماعة الى اي دولة دون ان يحظى بخطاب مكتوب من مسؤوله في مصر الى مسؤول هذه الدولة او هذا الفرع ولا يسمح بتسكينه في ما يسمى بالاسرة الاخوانية الا اذا كان يحتفظ بخطاب مكتوب من المسؤول المباشر في صيغة تنظيمية صارمة جدا بعد 11 سبتمبر بدأت الولايات المتحدة وجماعة الاخوان يدخلوا معا في ما يسمى بالتوظيف المتبادل اللي رصدوا ربما على نحو جيد جدا استاذ عبدالعظيم حماد في كتابه الوحي الامريكي تحديدا نقدر نقول ان المرحلة الرابعة والاخطر في تاريخ هذا التنظيم هي المرحلة من 2003 وحتى 2013 واللي بدت في مواقف بعض فروع التنظيم الدولي وناخد هنا في السياق موقف العراق او اخوان العراق من اشتراكهم في المجلس الانتقالي تحت قيادة برايمر على خلاف مزاج عربي كان يرفض ما حدث في العراق ولم يكن من المفهوم كيف يقبل اخوان العراق ان يكونوا جزءا من صيغة استعمارية وهم من قدموا انفسهم طويلا باعتبرهم تناخض مع الامبريالية والاستعمار ووقتها رددت قيادات الاخوان ان اهل مكة ادرة بشعابها من العجيب انه في اعقاب تفجيرات 11 من سبتمبر ورغم يعني موجة الهستيريا اللي سيطرت على الاجهزة الامنية وقتها اه تجوزت الوقت ولا ها؟ طيب حقا اه سيطر اه شعور اه بالهستيريا على اجهزة الامن في الولايات المتحدة الامريكية واجراءات كانت اجراءات مشددة جدا هزي الاجراءات استسنت كل المؤسسات التابعة لجماعة الاخوان واما اه لم تحظى اي مؤسسة اه تابعة لجماعة الاخوان باي حظر وده استلفت الانظار الحقيقة لكن اللي جرى بعد كده كاشف يعني اقول سريعا بعض التواريخ اللي تؤشر لطبيعة العلاقات في 24 يونيو 2007 تأسس ما يسمى بالاتلاف الاخوان الكبير في الولايات المتحدة الامريكية وده تجمع بيضم كل فروع الجماعة في انحاء امريكا سواء بحسية او خيرية او دينية او سياسية تحت مظلة واحدة اطلق عليها المسلمون الامريكان للارتباط البناء اه هذا التجمع اطلق اه مبادرة للتعاون مع الحكومة الامريكية في مكافحة الارهاب الدولي اه صاغ هذه المبادرة او هذا المشروع اه كله من المعهد الدولي للفكر الاسلامي الا ابرز رموزه حاليا في مصر الدكتور سيف عفتاح اه والمركز الدولي للدين والديبلوماسية كان الهدف الحقيقة من هذه المبادرة كما عرفت نفسها تعزيز الامن القومي الامريكي وتعزيز المصالح الامريكية اه الاقتلاف تكون برضو في هذا العام اقتلاف كبير اه سمي الجماعية الاسلامية الامريكية الشمالية المعروف اختصارا باسم اسنا ومجلس العلاقات الامريكية كير قيل عن هذا الاتلاف ان قيام هذا الاتلاف الكبير يعكس الثقة المتباينة المتنمية في ان الانفتاح والتعامل الامريكي مع الاخوان اصبح وشيكا في 24 يونيو 2007 اصدرت كوندليزا رئيس قرارها ترخيص للديبلوماسية الامريكية بالاتصار الرسمي بالاخوان في 2009 وفي اعقاب تولي باراك اوباما كان من قراراته الاولى تعيين داليا مجاهد الاخوانية مستشارة خاصة وعضو في المجلس الاستشاري للرئيس حول الابيان وهي تلميزة جونس بوزيتو اللي هو احد يعني ابرز الناشطين في مشروع الارتباط البناء بعدها بشهرين بس دعية هيلاري كلينتون لالقاء محاضرة في مؤتمر مركز دراسات الاسلام والديمقراطية اللي هو برضو احد مؤسسات معهد الفكر الاسلامي واللي مديره الدكتور رضوان المصموضي وهو تونسي اخواني بالطبع الاهم اشارة مهمة لحقف هذا الاتجاه برضو في 25 يونيو 2009 الاف بي اي بتصدر قرار باعتماد الجماعية الاسلامية لشمال امريكا حلقة اتصال رسمي بين المكتب والمواطنين الامريكان المسلمين اخيرا عشان الورقة رصدت بعد كده التحالف او التعاون بين اليهود الامريكان وبين جماعة الاخوان ولم يعد اليهود يعني هم احفاد القردة والخنازير كما عبر سيد محمد مرسي في احاديث سابقة بل يعني حدث نوع من التعاون الوثيق ويعني هكذا يعني التنظيم الدولي من خلال هذه الاشارات والممارسات بيؤسس واسس بالفعل نمط جديد هم يعتقدون انه الاختباء في المعسكر الاعداء لكنه في النهاية يعني شكل من اشكال التوظيف لحركات الاسلام السياسي اللي نجحت كل القوى الاستعمارية بدءا من الانجليز وصولا للامريكان في توظيف هذه المجموعات في النهاية خدمة اهدافها وضع ما يسمى بالمشروع الاسلامي والمشروع الاممي وتحول الى مجرد اداة من ادوات الاستعمار او ادوات المشروع الدولي في تقسيم العالم الورقة يعني بها بعض الموضوعات الاخرى لكن يبدو ان الوقت لم يتسع ذكرها فحنحاول نغطيها في الورقة ان شاء الله ورقة وعلى ما اثرته من قضايا والحقيقة لدينا اثنى عشر طلبا للحديث ومن ثم سنعطي لكل متحدث من دقيقتين الى ثلاث دقائق طبعا الابحاث الثلاثة كما استمعتم حضرتكم هي ابحاث قيمة ويعني البحث الاول يدور بالاساس حول العلاقة بين الاسلاميين والليبراليين وربما السؤال المحوري لماذا لم يستمر التنصيق او التحالف بين الاسلاميين والليبراليين لعوامل تتعلق بالاسلاميين ولعوامل اخرى بالمناسبة تتعلق بالليبراليين ايضا ويعني في كلمة قصيرة اكاد ازعم انه لا يوجد لدينا في العالم العربي ما يمكن ان نطلق عليه يعني طيارا لبراليا وربما يعني من الجديد بالذكر ان الاستاذ القدير قال بالتحوراني عندما كتب كتابا عن الفكر العربي في العصر اللبرالي كانت نهايته في 1939 وانا احد الذين يدرسون بالمناسبة مقررا بهذا الاسم ولا اجد مفكرا لبراليا مرموخا يقترب من قامة مثلا احمد ضطف السيد على سبيل المثال في العصور الاخير يعني هناك مشكلة في من يسمونه او فيما يسمى بالفكر اللبرالي في العالم العربي الامر الاخر متعلق بانه هذا الخلاف كان خلافا على تقسيم الغنائم في الحقيقة يعني الخلاف الاساسي بين الاسلاميين والمدنيين او اللبراليين كان خلافا على من سنفى يحصل على الغنيمة الاكبر ولم يكن خلافا على شيء اخر والصدفة او اتفاق المصالح جمع بينهما لفترة قصيرة ثم بعد ذلك تبينت بهم السبل بسبب اختلاف كل منهما على يعني النصيب المتوقع من الغنيم في البحث الثاني طبعا بيثير قضية الصدام المتكرر بين حركة الاخوان والدولة وهو امر ليس جديدا الصدام تم مع حكومة السعديين في نهاية الاربعينيات وتم مع عبد الناصر وتم مع السادات وتم مع مبارك وبيتم الآن يعني هناك دورات من الصدام المتكرر وربما احد اسبابه ما يتعلق بالبحث الاخير المتعلق بالتنظيم الدولي الاخوان لديهم يعني ما يسمى بالتنظيم العابر للدولة القومية وكل تجارب التاريخ تقول ان هذه التنظيمات فشلت على المستوى القطري او الوطني سواء تعلق الامر بالحركات القومية العربية حتى البعث يعني الصراع الاشد في العالم العربي كان بين سوريا والعراق عندما كان يحكم كل منهما الفرع القطري من حزب البعث والامر تقرر في الحركة الشيوعية دائما كانت هناك مشكلة في التنظيمات العابرة للدولة القومية ولهذا السبب تكرر الصدام مع الدولة ولا اعتقد ان هذا سوف ينتهي يعني دائما هناك عندما يشعر تنظيم الاخوان بالقوة بيصطدم مع الدولة فييرتد ثم يعود مرة اخرى كما ذكرت ساذ احمد فيما تعلق يعني بدائرية هذا السلوك ربما الجديد هذه المرة انهم وصلوا الى الدولة نفسها ومع ذلك استضموا ايضا بهذه الدولة التي كانوا على قمتها وهذه الظاهرة يعني فريدة سوف يكتب عنها المحللون كثيرا اشتركوا في القناة